الفتح الموعود والجهاد المقدس ونصرة الأقصى شعارات تسوقها ميليشيا الحوثي للتغرير بشباب وأطفال اليمن للانخراط في صفوفها وجعلهم وقودا لحروبها العبثية وعن ترياتها الزائفة في البحر الأحمر أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استغلتها ميليشيا الحوثي في استقطاب 165 ألفا و429 مجندا إلى صفوفها وفق تصريح جديد للزعيم ميليشيا الحوثي الذي أكد أن هذا العدد يضاف إلى 600 ألف مقاتل تم تجنيدهم خلال سنوات الحرب الماضية منذ 2015 الإحصائيات التي قدمها لنا الإخوة المعنيون بهذا العمل تفيد عن تدريب وتأهيل 165 ألف أربعمائة وتسعة وعشرين متدرب في مختلف المحافظات مراقبون يقولون إن الحوثي بارع في اقتناص الفرص المتعلقة باستقطاب مزيد من المقاتلين حيث وجد في العدوان الإسرائيلي على غزة طوق نجات للهروب من استحقاقات السلام كالمرتبات وتحسين الخدمات في ظل تنامي السخط الشعبي في مناطق سيطرته ووجد في البحر الأحمر منفذا للهروب من تلك الاستحقاقات بفتح معركة لم توقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة وعقدت الأزمة اليمنية التي كان من المفترض أن تشهد انفراجة في عدد من الملفات الإنسانية كالمرتبات وتخفيف القيود على المطارات والموانئ وتبادل الأسرى والمعتقلين لو تم التوقيع على خارطة طريق كما كان مزمعا مطلع العام الجاري سوق المواطن اليمني إلى محارق الموت هي الوظيفة التي تبرع ميليشيا الحوثي في تأديتها على أكمل وجه خدمة لمشروعها الطائفي وحروبها المتواصلة ضد اليمنيين فقد تم توجيه دفعات المقاتلين التي تم تخريجها في دورات تدريبية خلال الأشهر الماضية بمزاعم نصرة فلسطين إلى جبهات محافظات شبوى ومأرب والحديدة والضالع وتعز ما يعكس أن جماعة الموت تضمر الشر لليمنيين وتكرس واقعهم الحزين بإهدار فرص السلام وإذكاء نار الحرب التي أكلت الأخضر واليابس وأصبح واقع اليمني في ظلها مأساويا وبائس